موضوع هو مادة الهندسة الوراثية طلبت المرحلة الرابعة في جامعة الكوفة كلية العلوم قسم التحليلات المرضية الأستاذ المادة هو دكتور بسام شيروزا المحاضرة الأولى مثل ما تكلمنا عنها هو حول نظرة عامة أو تعريف عام عن موضوع الهندسة الوراثية أو الجينيتيك انجينيرينج وعرفنا الجينتيك انجينيرينج بأنه هو نوع من أنواع التلاعب الجيني أو التحوير الجيني اللي على أساسه يتم التلاعب عادة بجينات وهو فيلد يقع ضمن مادة البيوتكنولوجيا بشكل عام وذكرنا مثال على التلاعب الجيني وآثار الإيجابية بغض النظر عن الآثار السلبية ذكرنا على سبيل المثال وزن الدجاج وكيفية تحسين إنتاجية اللحوم الدجاج ولاحظنا أنه مثلا على سبيل المثال ضربنا أنه في عام مثال في عام 1957 كان الوزن الطبيعي عادة يتراوح إلى حدود 1 كيلوغرام للدجاج بمتوسط عمر معين في حين في عام 2005 استطعنا زيادة إنتاج اللحوم الدجاج باستخدام تطبيقات الهندسة الوراثية لحدود 4 أضعاف أي بحدود 4 كيلوغرام بصل حجم الدجاج فهذه واحدة من تطبيقات مادة الهندسة الوراثية والتلاعب الجيني والتلاعبات المرغوب بها في الكورس الأول اطلقنا إلى مادة التقاني الأحيائية طرقنا أيضا إلى عمليات الجين ثرابي ومواضيع أخرى وذكرنا ما للهندسة الوراثية من أهمية كبيرة في هذا المجال بالشكل العام نتكلم في هذه المحاضرات عن كلونة الجينات وخصصنا آخر محاضرتين أو آخر ثلاث محاضرات إلى فهم عام إلى كيفية عمل تلك الجينات وعملية التنظيم فيها فاتكلمنا عادة بشكل عام عن موضوع الجيني كلوني وعرفنا الجيني كلوني بأنه هو من أهم العلوم التي تقع ضمن علم الهندسة الوراثية وبشكل عام عملية الكلوني تتم بدمج جين معين أو قطعة دي ان اي في داخل بلازميد معين ومن ثم الحصول على الجزئة الجديدة سميناها بالريكمبينت دي ان اي موليكيور ثم بعد ذلك ادخال هذه الريكمبينت دي ان اي موليكيور إلى داخل البكترية بعملية الترانسورميشن ومن ثم بعد ذلك بعد عملية الترانسورميشن راح نحفز هذا القطعة الريكمبينت دي ان اي على التكاثر والتضاعف الداخلي في البكترية وبتضاعف البكترية ايضا راح تزيد عدي كمية البلازميد داخل البكترية وبزيادة كمية البلازميد طبعا اذا كان هذا هنا جين عندي هنا فبالتالي هذا راح يؤدي الى عملية الاكسبرشن لهذا الجين وانتاجية البروتينات فبالشكل عام عادة ذكرنا انه هناك نوعين من الفكترات التي يمكن استخدامها في كلوانة الجينات ذكرنا انه هناك البلازميدات وكذلك البكتريوفيج ومن المواصفات الاساسية حتى يكون عادة الفكتر قادر على العمل هو انه يكون قادر على التضاعف بشكل ذاتي عن كروموسوم الخلية ومن الامور المهمة الاخرى هو انه يكون حجم هذا البلازميد الصغير كلما كان حجم البلازميد اصغر من 10 كيلو بس بير كلما كان مفضل كلما زاد عن 10 كيلو بس بير راح تكون هناك عدنا كثير من المشاكل من المشاكل او 2 disadvantages can be noticed when the size of victor is larger than 10 كيلو بس بير and one of these disadvantage or drawbacks is the breaking down during purification عملية استخلاص البلازميد من داخل البكترية عبتان عملية عزل هذه البلازميدات من اجل التجارب الهندسة وغاثية اذا كان البلازميد حجمه اكثر من 10 كيلو بس بير هذا راح يسبب انه عملية تكسير او تحطم جزء من البلازميد او بالتالي تشوه هذا البلازميد ايضا انه كلما كان حجم البلازميد كبير كلما كانت عملية التلاعب جدا صعبة بالتالي اذا كان حجمي لازم اكثر من 10 كيلو بي س بير على سبيل المثال 15 الى 20 كيلو بي س بير ربما اكثر تكون على سبيل المثال عملية الترانسفورميشن ويدخاله الى داخل البكترية عملية جدا صعبة فمن الامور الاساسية التي يجب ان تتوفر في الفكتور الذي يستخدم في عملية كلوانة الجينات انه يلابد ان يكون قادر على التضاعف بشكل مستقل عن كروموسوم الخلية داخل الخلايا ويكون عادة صغير نظرة عامة عن البلازميدات البلازميدات عادة it's independent genetic elements found in bacterial cells بالتالي هو عبارة عن نيوكليك اسد مستقل عن كروموسوم الخلية دائما يكون عادة شكله circular molecules ودائما يكون حاوي على او حامل لانتيبايتك رزيستانس جين وهذه واحدة من الامور الاساسية في البلازميد ومثل ما ذكرنا انه يكون قادر على التضاعف بشكل مستقل عن بكتيريا الكروموسوم بالتالي هذا عدنا مثال على خلية بكتيرية نلاحظ هنا عدنا هذا كروموسوم الخلية البكتيرية وهذا البلازميد قد يكون بكتيريا حاولة على اكثر من البلازميد قد يكون هو بلازميد واحد قد يكون حجم كبير في الطبيعة قد يكون صغير قد يكون متوسط وإلى آخرين من الامور المهمة ايضا انه لكل بلازميد بالتالي قد يكون البلازميد قادر على التضاعف بشكل كبير داخل الخلية وبالتالي يكون الكبير قد يكون سنجولار قد يكون عادة يتضاعف بشكل محدود ما ذكرنا مثال على البلازميدات هو نوع من انواع البلازميدات يسمى RB4 وذكرنا انه على سبيل مثال هذا النوع من البلازميدات يكون حاوي على ثلاثة انتبايتك رزيستنس جين اللي هي الكانامايسين والتتراسايكليين والامبسيلين من الامور المهمة جدا هو انه يكون البلازميد حاوي على الريزيستنس جين لانه مسألة الريزيستنس جين هي مسألة جدا مهمة في مجال الهندسة في ثلاثة الفون الفائدة من انه الريزيستنسي هو انه يستخدم البلازميد لكثير من الأحيان عندما نستخدم البكتيريا التي تكون حاوية على بلازميد معينة من المشاكل المهمة جدا هو الخوف من وجود تلوث تتخدمستنا من جين معين داخلتنا جميل داخل فيكتور ومثلما بعملية في التراسفورميشن النساء، ومثلما بعمليات في التراسفورميشن للتراسفاري إلى كولي سيئة المهمة التي يمكن بها ان يحدث أن هناك بعض من البكتيريات في وقت مهمة ومن ثم من تبايلها من باكتيريا تكون أسفراب المهمة إذا كانت هذه البكتيريا عادة حاوي على بلازميد وهذا البلازميد حاوي على الجين المقاومة حتى أريد أنه أميز البكترية مالتي عن باقي البكترية وأريد أن أميها فقط أستخدم الانتبايتك رزيستنس على سبيل المثال هنا لدينا خلايا الخلايا التي استخدمناها خلايا إيكولاي حاوية على الـ RB4 والذي ذكرنا أنه يكون حاوية على أمبسين وتترساكنين وكناميسين فبالتالي إذا زرعنا هذه البكترية وصار عدي تلوث أثناء عمليات التلاعب الجيني بالجينات وأثناء عملية تلوث صار عدي تلوث ببكترية أخرى إذا كانت البكترية غير حاوية على البلازمين فعملية الـ Selection تكون جدا بسيطة مجرد أنه تأخذ البكترية تزرعها في Growth Media إذا كان الـ Growth Media غير حاوية على Antibiotic الخلايا الملوثة والخلايا التي يكون حاوية على البلازميد كلها تلوث ولكن إذا استخدمنا على سبيل المثال Antibiotic واحد اللي هو مثلا التترساكنين أو الكناميسين أو الأمبسين تحترم عدي فقط الخلايا اللي تكون على ثم باللون الـ Bareble والسبب بذلك إنه الكون حاوي على البلازميد والبلازميد حاوي على الجين مقامة Antibiotic فبالتالي تخلصت من مسألة الـ Contamination فبالتالي واحدة من الأمور الأساسية للـ Antibiotic هو إنه يكون Selectable Marker من الأمور المهما التطرق إليها هو ميكانكيه التضاعف البلازميدات إذا جاءك في الامتحان، كلمة الـ ORI الـ ORII هي Original of replication من الأمور المهمة إنه يكون البلاسمية يتحاوي على السيكوونس معين هذا السيكوونس يكون إلى أهمية كبيرة في عملية التضاعف البلاسميدات بدون وجود هذا السيكوونس البلاسميد يكون غير قادر على التضاعف فمن ميكانيكات الـ replication هو إنه البلاسميد يكون قادر على التضاعف فبالتالي هنا على سبيل المثال عدي هنا باكتيريا خلية باكتيرية وتكون حاوية على بلاسميد وكروموسوم ديناي مجرد إنه ضاعفة الخلية يضاعف البلاسميد أيضا داخلها هذا النوع من البلاسميد نسميه non-integrative plasmids هو بلاسميد غير مدمج إذن البلاسميد لا يدمج مع كروموسوم الخلية بعض أنواع البلاسميدات تكون قادرة على إنه تدمج نفسه أو تحشر البلاسميد نفسه في داخل الخلية لمن خلية تضاعفه فبالتالي هنا عدنا هذا الخلية هذا عدنا البلاسميد قادر عملية التضاعف البلاسميد رح ينفتح ورح يدمج نفسه في داخل الكروموسوم وبالتالي رح نشوف هنا هذا الكروموسوم carrying integrated plasmids ولذلك هذا نسميه integrated cells وبالتالي رح يضاعف الكروموسوم فراح يضاعف ويا البلاسميد هذا النوع عادة إذا كان البلاسميد على سبيل المثال غير حاوي على original of replication هذا الطريق تحافظ عليه من الأمور المهمة جدا هو إنه نظر إلى السيزمات البلاسميد أو السيزمات الفكتور و الكابي نمبر اللي هو التضاعف بلاسميد سعيز رانج من 1 كيلو بيس بير إلى 250 كيلو بيس بير لازميدات تكون عادة أحجامها جدا كبيرة لازميدات أخرى تكون حجامها جدا صغيرة في مجال الهندس وراثية لازم نأخذ رانج يكون عادة من الواحد إلى العشرة كلما كان أكثر من عشرة كلما كان هناك دروباكس كلما كان أكو سلبيات لذلك أكثر من 10 كيلو بيس بير يكون غير محبث لعملية كلو بيس بير لدينا مثال على سبيل المثال هذه مجموعة بلازميدات على سبيل المثال بيو سي ايت النوع من النوع البلازميدات نستخدمها في عملية كلو بيس بير هذا النوع من البلازميدات يكون عادة حجمة بالطبيعة 2.1 كيلو بيس بير إذن هو جدا ملائم من عملية الهندس وراثية و الموليكولر ماس مالتك من 1.8 ميجا تالتون ويكون عادتهم موجود في الإيكولاي وبالتالي يوجود كثير من أنواع على سبيل المثال النوع الأخير من البلازميدات يكون الحجم مالتا أو سيزة 213 كيلو بيس بير فبالتالي في الطبيعة يكون عادة الأحجام متباينة و عادة نرغب في حجم يكون بحدود 10 كيلو بيس بير وهذا عادة يكون موجود بنوعين يكون عادة موجود بالسترينجينت اللي هو اللو كابي نمبر و يكون أيضا موجود بالريلاكس اللي هو يكون هاي كابي نمبر فبالتالي احنا عادة في عملية الهندس وراثية نحتاج إلى النوع الآخر اللي هو الريلاكس اللي يكون عادة بهاي كابي نمبر هل البلازميد موجود فقط في الإيوكاريوتيك سالس اللي هو البكتيريا؟ لا انه وجدوا انه البلازميد ايضا موجود في بعض الخلايا الإيوكاريوتيك أورجنزمز على سبيل المثال هو موجود في الخمائر اللي هو الساكروميس السيرفيسيا وعطينا مثال على انه بلازميد 2 مايكرو مولر سيركرو بلازميد هذا موجود في الخمائر اللي هو الساكروميس السيرفيسيا لقميرة الخبز وهذا مثال هذه الصورة على الخمائر وبالتالي يمكن استخدام الساكروميس السيرفيسيا لإجراءات الهندس وراثية ولكن هناك سلبيات ان شاء الله نتكلم عنها في المحاضرات الأخيرة عملية تنقية البلازميد بلازميد املكيشن فبالتالي انه عادتان حتى انضاعف البلازميد نحتاج الى زيادة عدد الجزئات البلازميد والتقنية اللي تستخدم عادتان هي كالتالي انه عدن بلازميد موجود في داخل الخلية على سبيل المثال هذا هو البلازميدات وهذا هو كروموسوم الدينا او الجنوم الدينا او باكتيريا ملتكابي بلازميد او كابي نمبر 20 بإنكوبة باكتيريا في المثالة من خلورام فينوكول لاحظ انه الملتكابي بلازميد سيقوم بلازميد لذا كان بلازميد موجود كابي نمبر من 1000 بلازميد السبب في ذلك هو انه الخلورام فينوكول راح يثبط الخلايا على التضاعف لانه راح يثبط التضاعف الكروموسومي راح يثبط ايضا عملية البناء البروتينات وبالتالي يكون للبلازميد اكو وقت كافي جدا لاجراء عملية التضاعف في داخل الخلية من اجل انه نحاصر الدياني بلازميد عملية تنقية البلازميدات في البكتيريا سنحتاج انه نسوي الخطوات الرغمية الخطوة الاولى هو انه تنمي البكتيريا طبعا هذه الخلايا تكون حاوية على البلازميد بعد عملية تنقية او عفوا بعد عملية زراعة البكتيريا نحتاج الى عملية هارفستين للسلس اللي هي وعملية الحصاد وهذا عادة يتم بالسنترفيوج مجرد انه نسوي سنترفيوج راح تركز الخلايا في البوتوم سيكون عندك الخلايا موجودة بشكل محص ثم بعد ذلك راح نستخلص السل اكستراكت بروبرايشن وبالتالي هذه عملية استخلاص البلازميد من داخل الخلية اللي يتم عادة هو انه تأخذ الخلية وتحطم الجدران الخلوية وتحضر السل لايزيت اللي هو العصير الخلوي فبالتالي بعد عملية تحطيم الخلايا سواء كان تحطيم ميكانيكي او عن طريق الانزيمات بمجرد عمل سنترفيوج راح نتخلص من كل المكونات الصدبة والمكونات الغير ذائبة في السلتوم الازم ورح نحصل على العصير الخلوي راح ناخذ الراشح ونترك اللي هو الرائق ونترك الراسب الراشح او العصير الخلوي السل لايزيت او السل فري اكستراكت اللي هو العصير الخلوي الخالي من الخلايا الخطوة المهمة الاخرى هو انه اتخلص من كل البروتينات ومن كل الاحماض النووية وبعد ذلك عادة نفصل الديان اي بواسطة الـ السؤال المهم هو انه اوكي فصلنا الان الديان اي بشكل عام من الخلايا الديان اي اللي راح نحصله هو يكون عادة بلازميد دي انا اي ويكون ايضا كروموسومال دي انا اي اذا هو مزيج من البلازميد والكروموسومال عملية فصل البلازميد من الكروموسومال دي انا اي عملية جدا مهمة لانه بوجود الكروموسومال دي انا اي راح يكون عملية الهندسة وراثية شبه مستحيلة السبب بذلك هو انه الكروموسومال دي انا اي او عملية عفوا الهندسة وراثية تحتاج الى عملية قطع ولحم للجين داخل البلازميد فوجود اي تلوث ب كروموسومال دي انا او جنوميك دي انا او باكتيريا راح يؤدي الى عاقة هذه العملية بدون الخوض بالتفاصل اذا عملية الفصل عملية هي جدا مهمة واساسية في مسألة سورة فيها هناك اكو عدة طرق ولكن عادة احنا راح نتكلم عن طريقة معينة الطريقة هي انه the presence of separating the two types of dna هو المقصود بي هو الكروموسومال البلازميد of dna is essential هو اساسي السبب في ذلك هو انه نتائج غير محبدة ونتائج غير مرغوب بها قبل ان نتكلم عن عملية الفصل لا بد انه نتكلم قليلا عن عملية البلازميد البلازميد عادة يكون غير متواجد بهذا الشكل وانما يكون متواجد بشكل supercoiled لكونه البلازميد يكون مطوي على نفسه شريطة مطويات على نفسه بقوة كبيرة جدا فهذا راح يؤدي الى انه انطوع هذا الشكل الدائري الى هذا الشكل اللي يكون عادة نسميه supercoiled اساس عملية الفصل هي تعتمد عليما على شكل البلازميد ولذلك راح نسوي عملية separation اللي هي عملية separation of plasmid than the chromosomal DNA or genomic DNA of bacteria تعتمد عليما على confirmation اللي هو شكل الـ DNA او شكل البلازميد وهذه العملية تعتمد بشكل اخر عليما على alkaline denaturation اللي هو عملية مسخ الـ DNA اعتماده على القاعدية اذا كان البلازميد حاوي على اي كثر يعني قاعدة انتروجينية البلازميد راح ينحل من هذا الشكل الى هذا الشكل على سبيل مثال وجود neck هنا عندنا زين راح يؤدي الى تحور الشكل من supercoiled الى open circle اللي هو relaxed العملية اللي راح نستخدمه هي alkaline denaturation باستخدام ماادة قاعدية معينة الـ DNA اذا كان موجود تحت ماادة قاعدية كبيرة جدا او ذات pH عالية جدا اي اخصد ذات pH قاعدية راح يؤدي الى نسخ الـ DNA اللي يكون عادة circle ونسخ الكروموسومال الـ DNA الا انه هذا الشكل يكون غير متأثر بمن بالقاعدية فالعملية التيم كالتالي انه تأخذ العصر الخلوي العصر الخلوي يكون حاوي على البلازميد اللي هو بهذا الشكل ويكون حاوي على من على الكروموسومال الـ DNA اللي هو الـ وهذا هو الـ مجرد انه ترفع الـ باستخدام على سبيل المثال صوديوم هايدروكسايد مجرد انه باضافة صوديوم هايدروكسايد الى العصير الخلوي راح يؤدي الى رفع قيمة الـ بمجرد ان ترتفع قيمة الـ بمجرد ان ترتفع راح تنفصل هذي الشريطين راح ينفصل شريطين كروموسومال ولكن السوبركولد راح يبقى محافظة على شكله ولذلك راح يتحول من double citron الى single citron الخطوة الثانية انه بمجرد معادلة الـ باضافة مادة حامضية راح يصير عملية ولكن لكون شريطي الـ شريطي كبيرين جدا عملية الـ راح تكون غير صحيحة بمعنى انه شريطي الـ لمن راح يرجع ان يرتبطن مع بعضهم ما راح يرتبطن بشكل صحيح بالتالي لمن ما راح يرتبط بشكل صحيح راح يسبب الـ نتعبط بشكل صحيح بشكل صحيح بشكل صحيح بشكل صحيح اما الـ الـ راح يبقى موجود بالرائق لكونهم ما يتأثر بما بالتغير اللي حصل نتيجة الـ باجراء عملية طرد مركزي بشكل صحيح بشكل صحيح بشكل صحيح بشكل صحيح ستترسط ويكون موجود فيه البلد اما الـ راح يكون موجود عادة بالرائق طيب كيف نتخلص من الRNA والDNA عادة باستخدام مركبات كيميائية معينة صوديوم دودوسيل صوفيت هو نوع من أنواع المركبات الكيميائية اللي لها القدرة على نسخ البروتينات فبالتالي لما ننسخ البروتينات بالرائق كل عملية نسخ تتبعها عملية سنترفيوج وبالتالي رح نرسب الرائق الى الأسفل بعملية سنترفيوج ويبقى الرائق اللي يكون حاوي على يمين على الDNA أما عملية فصل الRNA فاتم أيضا باستخدام طرق معينة أخرى على سبيل المثال اللي يقول باستخدام بح معينة الRNA يصير بي ديناتوريشن أما الDNA فما يصير بي ديناتوريشن وبالتالي هذا عملية جدا فعالة فصل الRNA عن السيريكولر ديناي هناك مركبات أخرى أيضا تكون تستخدم على سبيل المثال صوديوم أسيتيت هذا الصوديوم أسيتيت هو مادة ملحية تحافظ على عدد التوازن للبي ايش فباستخدام الصوديوم أسيتيت وأسيت سوليوشن رح نرفع البي ايش من 12 الى 7 بالنهاية أتمنى أنه قدمت شيء مفيد لحضراتكم وأتمنى أنه تكون مراجعة جيدة وبالتوفيق إن شاء الله في امتحان النهائي ولنا عودة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر